الأهلي وبنامزة الناس كلها تكلمت عنها وإحنا كلمنا عنها هنا مبارح بس محمود عايزة أبدأ معاك بمين اللعيبة اللي لفت مظرك مبارح يعني مين اللعيبة اللي عجبتك أوه في المباراة مبارح نكمل مع إبراهيم كمان تكتك تمام سريعا عاوز أقول حاجة ليه علاقة باللعيبة الجيل ده من اللعبين يا كريم برغم أنه على فترات متابعة ده كان بتعرض لانتقاط قوي جدا 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 ولكن تمرس لعيبة النادي الأهلي على كم المباراة الإقصائية والنهائية اللي تلعبت آخر أربع سنين خلت النادي الأهلي في أي مباراة ينزلها بيبقى فيه أفضلية كبيرة جدا على أي منافس واللعيبة كتيرة من النادي الأهلي ما بتبقاش رهب الموقف ونادرا ما بتلاقي لعيبة النادي الأهلي في المطشاط الكبيرة أو المطشاط النهائية ما بتبقاش في التوب فورب بتاعها على جانب لعيبة كتيرة في أندية تانية ولكن من السؤال دائر إمبارح المفاجأة كانت الكبيرة بتاعت كولر إنه هو طلع حسين الشحات في واحدة من أفضل المواسم بتاعته مع النادي الآلي وفتراته ولعب أحمد عبدالقادر مفاجأة كبيرة والناس اختلفت هو أحمد عبدالقادر كان كويس ولا أحمد عبدالقادر كان وحش أحمد عبدالقادر يا كريم إمبارح كان أدواره معينة إنه هو يفضل على طول مركز مع محمد الشيبي محمد الشيبي هو واحد من أفضل البكات رايت الموجودين في الدوري المصري متميز جدا بسرعاته وعلى طول زاء وسلاح كبير جدا عند باتشيكو الراجل عنده التمبو بتاعه سريع رتمو سريع جدا جدا فأحمد عبدالقادر مفاجأة كل اللعب كان على طول عينه بيفضل لباصس على محمد الشيبي هتلاعب الكرة في دهره ولا عشان دي دايما البرمجز يلعب عليها فأحمد عبدالقادر كان كويس جدا 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 في الحالات الدفاعية وكان سيء جدا في الحالات الهجومية هي كرة واحدة اللي زاء فيها وعملها بالعرض اللي قندوسي ضيحها ولكن غير كده أحمد عبدالقادر ما شطش ولا شوطة واحدة طول الـ 68 ديئة اللي لها فيه مبارح مع النادي الآيلي شوطة واحدة على الجون ولكن عاوزة وريك بالحالات تعالوا نشوف أحمد عبدالقادر أدوار مبارح الدفاعية القوية جدا جدا والتعليمات اللي كان مارسر كولر مدهاله هي اللي خلت أحمد عبدالقادر ما يبانش كتير في المواقف الهجومية ولكن كان مهم جدا فيه المواقف الدفاعية هنا يا كريم في الديئة يعني كنت شايفه كويس ولا واحش كل بقى أنا كنت شايفه كويس في نحلات الدفاعية طيب هنا عاوزة أوصيلك بص واحدة واحدة وإحنا وọفت لها فينا أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر واقف مع الشيبي يعني على طول مع الشيبي يا كريم مش هيسيب الشيبي دي في أول إدائج خالص في الديئة ستة على طول أتلاقي أحمد عقد رفت مع الشيبي نقف هنا تاني نكمل الكرة بالرحة كمل برضو بالرحة عاوز ا問يك حاجة أحمد عبدالقادر نكمل نكمل الكرة مفيش مشاكل بص إحمد عبدالقادر يا كريم بص فين نرجع بص أحمد عبدالقادر الاخر نرجع نرجع فريم كمان Dorothy بص هنا يا كريم كمان فريم كمان فيريم والكرة بتتلاقي بص علطول عينه مع محمد الشيبي ومركز معاه بشكل كبير جدية نشوف الفريم اللي بعده نكمل الكرة اللي بعدها على طول يا كريم بص هتلقيهители راجع معاه وعلى طول و هو وقف مع الشيبي عشان كده ما كنتش بتشوف الشيبي خالص و ايه ضغط عليه وتطلع الكورة نشوف الصورة اللي بعدها شيء كان متعصب اول جدا جدا بص يا كريم برضو هنا عاوزك برضو واحدة واحدة و احنا باشيين بالكورة نبص على احمد عبدالقادر بص برضو يا كريم اول ما لقى سبق بخطوتين لا نرجع معلش لحظة واحدة بس عشان اللقطة دي مهمة جدا نرجع يا كريم بص الفريم هتشوف ان احمد كمان 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 ولسه كورة بتلاقي بايوة كمان شوية بص احمد عبدالقادر مش شايف محمد الشيبي ولكن مركز معا نكمل بقى عاوزك بص على احمد عبدالقادر في اخر الفريم هناك بص يا كريم بص عليه اول ما رأى الراجل يزيد خطوتين على طول معايا كريم و عامل بلوك عليه طول الشوت الاول بنفس الطريقة وهوريك واحدة من اخطر الهجمات اللي كانت في الشوت التاني قبل الحالة دي برضو بص يا كريم على احمد عبدالقادر وقف هنا بقى الفريم ده لحظة اف بص يا كريم النادي الاهلي تحول اليه بلعب خمسة واحد اتنين اتنين احمد عبدالقادر تحول الى مدافع خامس بسبب محمد الشيبي اللي كان زايد في الوقت ده مع نادي بيرامدز وكان احمد عبدالقادر ده على طول حتى كده شيء مفروض ان اللي يكون بيضغط هناك على الباكرايد بتاع نادي بيرامدز و احمد عبدالقادر وراك انه هو سلمه خلص لعبة نص الملعب وفود المسك محمد الشيبي عشان الستريتش اللي عامله بيرامدز فيه ارض الملعب نشوف الكرة اللي بعدها نكمل الكرة بعدها هتشوف على طول برضو هتتلاعب علي يا كريم برضو احمد عبدالقادر عشان واقف الراجل عارف كواس جدا وقدرت الكرة انها تطلع قوت وكان قوة كبيرة جدا من احمد عبدالقادر في الادوار الجديدة ما كناش بنشوفها لأحمد عبدالقادر في النادي الاهلي كان عنده مشكلة في الادوار الدفاعية هنا بقى يا كريم في الشوت التاني عاوز اقوليك احمد عبدالقادر نوقف بس لحظة نوقف بس لحظة بص احمد عبدالقادر يا كريم واقف مستني محمد الشيبي يتحرك نكمل الفريم نكمل الفريم بص احمد عبدالقادر بص عليه رجع كريم على طول يغطي وراه ما كانش مخلي محمد الشيبي يروح اي حتة واللقطة اللي بعدها الانقاذ الاكتر من رائع محمد نوقف بقى هنا واحدة واحدة كده بص على محمد الشيبي برضو عاوزين يعملوا البرامنز الكورة الطويلة بتاعتهم نكمل هنا احمد عبدالقادر عندنا في الترمية نكمل بص يا كريم على احمد عبدالقادر هتلاقيه برضو على طول كل شوية بيعمل اسكمبي بص يشوف الشي بيتحرك ولا لسه الشي بيتحرك ولا لسه هتشوف يا كريم اول ما لقه بص عليه بصة دي بدأ يجري احمد عبدالقادر ضرب سبرينت وانقاذ كان مهم جدا للنادي الاهلي في اواخر الدقائق عشان كده احمد عبدالقادر يا كريم نرجع ونقول هو ما كانش موجود ليه ما كانش موجود عشان خاطر ادواره الدفاعية اللي كانت مهمة جدا 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 في الحفاظ على انطلاقات محمد الشيبي طيب